السلام عليكم حياكم الله مرة ثانية وعساكم من عوادة دائما وأنا والإعلامي الكبير ماجد الشطي أبو إبراهيم نعود لكم حياك الله يا أبو إبراهيم مرة أخرى الله يحييك هلا بناصر هلا فيه بلأ لك يعني واحد يقول ساعتي تخر شوار يام جدمة يام أخرى يام أخرى أنت متعمد اتأخر ساعتك ربع ساعة أجدمها أجدمها ربع ساعة ليش لأن شغلك بناصر وأنت معلقون في بسيد العارفين في هذا المجال أنت رجل مخرج مبدع بالإخراج مشكور وحقيقة ما عليك مني يا أبو إبراهيم ما عليك مني يا ما أخرجني وخصوصا بينقاء الخميس ما علي منك هذا بالساعة إيش حق جدمها ربع ليش لأن أخي يعني القاعدة تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك أنا المثل هذا من دشي في المدرسة وأنا سمع هذه العبارة وهذه الجملة الحقيقة رحمة الله عليها حمد المؤمن أعطاني إياها وحطيت حلقة وأقول ثبوداني لما تيجي للستوديو تدخل للستوديو سواء كان على الهواء أو تسجيل لازم تيه أنت قبل وقتك ما تيجي والله على الوقت on time والدش لا تيجي قبل الوقت عشان تستعد لمثل هذا الحوار أو على الهواء تأخذ وضعك تستعد تأخذ نفس تكون مرتاح لازم تيه قبلها بوقت فأنا من ذاك الوقت من عام 1964 وإلى اليوم والله العظيم ساعتي مقدمها ربع ساعة إن شاء الله عليك ومثبت أي ساعة أي ساعة ألبسها أجدفها ربع ساعة وأستبر خلص أعرف وقتك أعرف وقتي الساعة 12 الآن عندي الساعة 12 أكيد الساعة 12 إلا ربع والله يا أخي أنا قالولي عنك قالولي قلبك عود لا بس ما قيت شديد لا هذا أصول شغل شديد لازم يكون الشكل لازم تعمل حسابك على الوقت لأن شغلك كله وقت يا أخو يا أبو ناصر وأنت أدرا سواء على حجز السوديو أو بث على الهواء أو تسجيل أو نقل خارجي يقولون لك والله ترى الساعة الفلانية راح يكون مثلا افتتاح المؤتمر الفلاني أو بقي برعاية صاحب السمو الساعة كذا يبدأ فلازم تكون عندك أنت صحيح قبل هذا وقت ونت صحيح فأنا دائما وقتي الشكل ما شاء الله عليك هذه الساعة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك هذا المجال الشباب الحين يقولوا يا أطني المكرافون بس ووريك ما يصير يا أطني المكرافون هو يعطيه تعطيه بس أي واحد كلما يسوق السيارة هي سهلة عندي أسوق السيارة لكن شون الأصول عشان تسوق السيارة متى تحرك متى تدوس تحط للجير متى تحط دي متى تتي عند إشارة أي سايد أو أي لاين تاخذ وانت طالع من بيتكم مبرمج الخريطة بذهلك ولا لا انت وين بتروح طالع من بيتكم رايح مثلا الإذاعة أو التلفزيون من بيتك وانت طالع مبرمج روحك أنا باخذ الطريق الفلاني وتسلك الطريق وتوصل إن شاء الله بإسألها لكن والله رايح أنا الدوام أو رايح الوزارة وسالك طريق ثاني وشوي ولا عريت سببت أنت مشكلة للمرور وثببت مشكلة حق نفسك مشكلة نفسك الإنسان حلو لما ينظم نفسه عندنا صور 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 بنشوفه مرحين أنا وينت وأبي أنت تعلق على هذه الصور حين ما تجهز أيام زمان هذه صورة كلي منفردة والله والله من أحلى الصور المنفردة اللي شفتها الحياتي أنا أنا من ولدوني لما يومك هذا ما شفت صورة منفردة حلوة مثل هذه والثاني وهذه جماعي في أحد المؤتمرات بره زمل الفريق العمل والإداريين والأمنيين يعني مجموعة أنا الجروب اللي راحين للمؤتمر هذه أيضا بروحي منفردة منفردة وعيد تنفرد أحب الانفراد منفسي هذه مع الله يرحمه جاسم كمال رحمة الله جاسم كمال رحمة الله مهم جدا هذا الرجل أي مذيع ومهندس في الإذاعة كان في البرنامج الثاني أو في الإذاعة الشابية كان مشهور في برنامج كان يقدمه اسمه ربع ساعة وبس جاسم كمال ربع ساعة وبس وهذه أيضا مع أحد المخرجين الأخوان في الإذاعة القديم مبنانا القديم ها هذه اللي قلت عنها مسأل عن النقل الخارجي مع الشيخ الشيخ المعلقين خالد الحربان عشاء الله تعطي الصحة والعافية ما زال حلو وماشاء الله ويتم حلو الحلاوة ويتم حلو ويتم حلو ويوجف ومسي عليه أنت الشغل في الإذاعة أخذك ترى حتى مثل ما ذكرت حتى حياتك الاجتماعية وين تروح وين تريد والله يا أبو ناصر شوف يكاد يكون هذا العمل عزلك عن حياتك الاجتماعية ليش لأنه ما في وقت معين ما في رتم أو روتين تمشي عليه ما يكون والله ديش الساعة ثمان أو سبع الصبح تطلع الساعة واحدة لا أنت 24 ساعة تحت الطلب في أي لحظة يدقون عليك يقولك تعال يا بدر روح للتلفزيون أو روح للإذاعة أو روح للمكان فلاني هذا عملك تكون أنت مبرمج نفسك ورايح حق الأهل ولا رايح حق الخوال ولا الخوات والله بتغدى ولا بتعيشها ومعزوب وانت رايح بالطريج ياك تليفون وغير وزهتك وغير تجاهك ورحت لها فألغيت الموعد اللي انت رايح له غيرت تجاهك لذلك تكاد تكون معزول اجتماعيا سبب هذا العمل ومع هذا تحبها متعة متعتك انك تحبها العمل ولذلك انت مبدع وانت احد المبدعين ما شاء الله عليك يا عليك زود والله يا بنافر ترى تتمدحني واي لا جد والله انا موجد اشوف لو لا انت صجر فييجي انا خد اقولك يا لا تتاجرني صجر فييجي وكل شي تولى انا تتمدح ترى والله لو لا انت لو لا انت يعني احترامي للقناة واهل القناة والمحط على اين وراس باش يم قالوا لي بدر ورسلي قلت ياعيك لانا على الاقل صديقي وزميلي وبنفس الوقت فيه شوي التقارب بالعمر زين وبالفكر ان شاء الله وشوي بالفكر ايه فلذلك انا نسول سؤال في هذه انا عدري رمضان ايه خبرك ما نحب اللغوة برمضان بس يمكن الناس ما يدرون انك انت تحب الطرب شوف ياهو تحب تغني بيدر انا سامعك انا سامعك تغني بيدر ايش يقول يقول من لم يهزه الربيع وازهاره والعود وأوتاره فاسد المزاج ليس له علاج هذا مو انا اقوله قال الامام الغزالي الامام الغزالي قال رضي الله عنه يقول من لم يهزه الربيع وازهاره والعود واؤتاره فاسد المزاج ليس لو اكيد كل واحد يديني يديني شحق حمدان علي لا جد والله اذا تقولي اكيد احب الموسيقى احب الفن انا والله لهم رمضان قلت لك سمعنا اندويهك ان شاء الله ما قلت تقولي له هذا كان ايه بالعود لا من غير عود صوتك جميل انا سامعك تغني مرة الياية ان شاء الله دي بالعودول الحين انت انسان على ما يقولون كوضع في الاعلام وهذا او الناس تحبك وتعرفك وتقدرك وهذا شفناه في المحطة في القناة كل من يسلم يرحب فيك وهذا ها المتعة هادي يعني فسرها لي يعني فسر شوف المتعة اللي تعيشها لما تشوف كل هالشباب هادي يعني جيل الصغير هذا اللي اشتغلون كلهم على رأسي وحبونك وحبونك والله يا بجر شوف هذه عندي بالنسبة لي هي اكبر جائزة واجمل هدية واحلى وسامة مو على صدري احطها على رأسي محبة الناس واحترام الناس وتقدير الناس وانما تروح هذه النعمة والله سبحانه وتعالى اذا حب عبدا حبب خلقه فيه وهذه نعمة من الله وهذا وسام والتقدير وانا اخوك والجائزة ما هي بال المديات والمحسوسات لا بالمشاعر صحيح بالإحساس صحيح انك لما تحس ان هذا الإنسان وهذه الجهة تقدرك هي اكبر وسامة عندك الحمد لله انت في اي نوع من رجال ديلا يكون الي حمش اللي حطري العلال سي سي سيد لا لا ما شوف ما كوشاء بالبيت ما اشتغل انبغيت الجلillah والجل impress المجاهدين سبك ماشا الله عليك ايه الناس هربك ماشا الله عليك اركب اللمبات اركب اللمبات اسوى الحنفية اسوى الحنفية هذر في البيت بالبيت ايش تبي يعني أي شيء أنا مستعد أسوي الشبرة أروح سوق اللحم أروح سوق السميش أروح سوق الجبعية أروح بالعكس دواوين دواوين والله قال ما من النادر من النادر ما عندي أحد يعني معين أروح له أو يعني ثابت عندي أبدا والله من النادر أزور بعض الإخوان في بعض الدواوين أخطف إلي زيارة بس ولا لأن العمل هذا عملك يأخذك ليل ونهار لو عاد فيك الزمن شديد من يد ويديد انت بشي نفس الطريج ولا تقول إليك مغير ذربي لا لا لو عاد فيك الزمن وصاير دكتور ولا صاير محامي لا 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 لو عاد فيك الزمن لكنت ما أجد الشطي المذيع يعليك أحاج يحب لذاعة كثرة كثيرة لا لا وعساهم ما يحبونه وعساهم ما يمشونه هالدرب لأن ما هم ملبسوا أنا أحبه لكن فيه مطبات وايد وفيه عقبات وايد واللي يدش فيه راح يتعب لكن لازم يحب التعب هذا شو أنا أحبك وبتعبك أراضي أنا بتعبك أنا قابل هذا عشق من طرف واحد لكنه فيه تبادل بينك وبينه يعطيك الامتاع يعطيك المتاع يعطيك الإحساس بين شوتك أنك أنت قديت عمل سويت شي هذا هو المردود لك أنت من جيلك من جيلك من بقى الحين والله الله طولي في عمرهم نبقوا يعني بنين وبنات يعني من حسين ملا علي عشان الله يعطي الصحة والعافية بنات اختيمونا طالب وجودة أمل عبد الله موجودة عيشة اليحية صدقها الصحة والعافية موجودة ماما أنيسة على صالة الله يطول اللي في عمرها معانا والأساس هل اللي باقين بس ولل باجي رحمة الله عليهم ويش قول لي بتركه وماك واحد يعني ماكو شي اسمه أنا ما في شي اسمه تقاعد في الإعلام تتدري إعلامي أنا أعرف مجموعة من الإزام اللوك عبد العيد الشهاب عبد العيد الشهاب الله يطيص صحة والعافية أيضا موجود صالح الشايجي بس مو على رأس العمل تركه العمل صالح الشايجي شايجي يعني مع حفظ الأرقاب مجموعة بس اللي باقين أنا أقصد اللي باقين الآن الآن باقي مونة طالب أمل عبد الله عيشة اليحية عشاء الله يطول عشاء الله يطول أعماركم ويطول أعماركم ويطول أعماركم غدا ضيفا آخر أنا بدر برسقي ومال الله عشاء الله يطول أعماركم